موسيقى الآن رح نروح لفقرتنا الأسبوعية فقرت صحيح خبرك مجموعة من الأخبار المغلوطة انتخلط على موقع التواصل الاجتماعي أو على المواقع الإخبارية رح تتم تصحيحها من قبل فادي هودي من فريق صحيح خبرك صباح الخير فادي صباح الخيرات الله يعطيكم العافية مجموعة من الأخبار المغلوطة رح تصحيح المياه الخبر الأبرز اللي هو كان على الصحافة العربية واتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وهو وفاة أو مقتل سائق التوكتوك الشهير بمصر الذي قيل أنه اختصر الحالة المصرية بثلاث دقائق في الفيديو المشهور الذي انتشر بكثافة طبعا الصورة التي انتشرت عن مقتله هي صورة غير صحيحة هي تعود لسائق توكتوك قتل في 2015 على يد ثلاثة أشقاء ولا تعود للسائق الشهير طبعا هو في ثاني يوم طلع فيديو بعد انتشار هاي الشاية كمان طلع فيديو لأحد الصحف المصرية نفى فيه وفاته وأنه الخبر وفاته كان مؤذي إله ولا أسرته وعلى حكاية كان ممكن يتصدق بسرعة أنه انقتل بالضبط خاصة الحالة التي تعيشها مصر والمنطقة ما الخبر الثاني؟ الخبر الثاني هو الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الملفوف أو الخص الذي يقدم في الوجبات السريعة هو غير طبيعي ويتم صناعته صناعا عن طريق الشمع أو البلاستيك أو مواد صناعية تدخل بصناعته طبعا انتشر بكثافة خاصة عبر الواتس أب طبعا هذا غير صحيح هذا الفيديو في مطاعم في اليابان تقوم بعمل وجبات أمام الزبائن وجبات من الشمع لتوضح كيف إعداد الوجبة نعم الآلية وكيفية عمل الوجبات مباشرة أمام الزبائنها يعني هم معقول يكونوا صدقوا الخبر؟ طبعا في ناس صدقت وخاصة أنه الفيديو يعني اللي بيشوفه ميح اللي انسى الفيديو همي ما بيجربوه طيب ما برفت طابتهم يعني ما برفت طابتهم مثل مراتا فيه أخبار يعني مثل خبر سائق التوكتوك ممكن الواحد يكون صدق الموضوع لأنه وارد جدا بس يعني مثل هيك خبر كتير غريب ما هو دائما الشيعات اللي بتمس الغذاء والدواء للمواطن بتم نشرها وانتشارها بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفيه جناس كثير بيصدق هذه الإشاعات نعم خبر البعضه؟ الخبر الثالث اللي هو الصورة اللي انتشرت على المجزرة التي حصلت لأهل الموصل بعد صلاة الجمعة الماضية طبعا هذه الصورة غير صحيحة هذه الصورة لتفجير في أحد المساجد في عام 2013 و13 في مدينة ديالا طبعا هذه الصورة لا تنفي أن هناك تحدث هناك أعمال طائفية في العراق ولكن نوضح أن هذه الصورة التي انتشرت بكثافة هي غير صحيحة نعم وشو الخبر الأخير؟ الخبر الأخير اللي هو أيضا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لطفل قام أحد أساتذتي بالاعتداء عليه ويظهر على وجه الكدمات بشكل مخيف يعني قيل أنها في مدرسة المهج الابتدائية في الأردن نعم طبعا مدرسة لا يوجد في الأردن أي مدرسة بهذا الاسم مدرسة المهج الابتدائية وغير مسجلة بوزارة التربية هذه المدرسة إضافة أن هذه الحادثة حدثت في مدرسة المهج بالعراق وليس بالأردن نعم فادي مجموعة من الأخبار المنوعة لتححة أننا ولمشاهدين نشكرك على حضورك وأننا لقاء الأسبوع الجاي شكرا لك فادي شكرا يعطيكم العاف شكرا فادي